مرحبا مواليد برش الأسد معكم كأرميل شماس كيف بد يكون الأسبوع من التانية 29 حزيران يونيو للأحد 5 تموز يوليو شوفي نطرنا بهذا الأسبوع أهم حدث بهذا الأسبوع بيخصكم أنتو هو أنه كوكب زحل بيطلع باليوم الأول من شهر تموز يوليو من معاكستكم لحتى ترتاحوا شوي خلونا نسمع نشوف كيف بد يكون هذا الأسبوع وطبعا بالأبراج الأسبوعية بعطيكم نوعية الوقت أيها الأيام الحلوة أيها الأقل حلاوة فينا نقول ووصف كل يوم بيومه تقدروا تلاقيوا تفاصيله أكتر في الأيام في الأبراج اليومية ما تنسوا تشوفوا فيديو الأبراج لشهر تموز كيف بد يكون عليكم كل هذه الروابط كل هذه الفيديوهات حتى الفيديو المهمة اللي كل العالم عم بتشوفوا ماذا ينتظر العالم بين 18 حزيران يونيو و8 تموز يوليو بتلاقوا الرابط لقلوا بهذا الوصف التانية 29 حزيران يونيو الشمس موجودة ببرش السرطان كل هذا الأسبوع يعني أنتم موجودين أصلا بفترة ركود شوي ما تنتظروا تغييرات كبيرة كتير إيجابية كتير وكل يوم بيومه إلو نوعيته إذن 29 حزيران يونيو في مجال لموالي برش الأسد أنه يوضحوا بعض الأمور ويمكن مطلوب منكم إذا حكيته يكون فيه وضوح كتير أوي وكتير سهل إنه العالم تفهم عليكم شو بدكن كل هذه الفترة حتى توصل الشمس لبرشكم ب13 تموز يوليو بتكونوا كتير دقيقين كل كلمة بتعملوها كل كلمة بتكتبوها كل حاجة بتعملوه كل شي بتدفعوه كل شي فالتانين عنكم قدرة لحتى تحكو وتشوفو وتساومو لكن كونوا دقيقين في حركة قوية 3 والأربعة 30 حزيران يونيو والأربعة 1 تموز يوليو هني أصعب يومين نسبيا بخلال هالأسبوع هلأ لما نقول أصعب عم بقول مقارنة مع بقية الأيام ما معناتها في صعوبة ما معناتها إنه في مشاكل لا لكن بخلال كل هالأسبوع 3 والأربعة هني نسبيا مقارنة مع البقية هني الأصعب بتحسوا خلالهم إنكن مزعوجين تنزعجوا بسرعة مزاجيين شوي بدأ خلقكم بسرعة بتفضلوا إنه الناس بعد عنكن ما تدخل بشؤونكن خاصة بهاليومين لأنكن شوي بالكن أصير وما بتطولوا بالكن على حدا ولا حتى على الناس القريبة منكن فعملوا حساباتكن الخميس والجمعة 32 تموز يوليو هني أجمل يومين بهالأسبوع أجمل يومين بهالأسبوع طبعا نسبيا مقارنة مع بقية الأيام هنالك دعم لألكن هنالك انفراج وأي شيء صعب ومعقد عنكن يالي هالأسبوع من المستحسن نصيحة فلكية تخلوه للخميس أو للجمعة نسبة الحظ نوعية الوقت لأنه الوقت اللي هو نوعية في أيام بتقولوا يا ريت نطرنا أو ما كان وكان حظنا عاطل هاي منقول لاشعوريا فالخميس والجمعة حظكم نوعية الوقت أفضل من بقية الأيام جربوا وشوفوا خميس والجمعة يومين مناسبين للتحرك بالأمور المهمة تركوا الأمور الصعبة لغير أيام سبتوا الأحد يومين ركض شغل تعب مع احتمال أنه تحسوا حالكم جسديا نفسيا تحسوا حالكم تعبانين قد ما عم تركضوا ميت شغلة حطينا أنتو فوق بعضا تتزيمن تتراكم الأولاد الصريخ العجقة الشغل رايحين جايين بتكتروا المشاريع كلها فوق بعضا نظموا وقتكم وترجعوا بتركضوا بنص نهار بعجقة السير ما خلصوا شغلكم فبدكن تكونوا شوي دقيقين أكتر يومي السبت والأحد لحتى أنتو ما تنزعجوا أنتو ما تضيقوا حالكم وما تأثروا بمشاريعكم نظموا عطلة الأسبوع السبت والأحد قبل بوقت شوفوا شو مطلوب منكم هيك بترتاحوا ما بتتعبوا حالكم وبيضل مزاجكم رأي هيدا هو إذن الأسبوع موالي 23 تموز يوليو رح يرتاحوا من المعاكسات ورح تبلش تخف عندهم مضايقات الناس لألكم بتتمنى لكم الأسبوع كتير حلو تابعوا الأبراج يوميا وتابعوا أيضا الأبراج لشهر تموز يوليو لتعرفوا الشهر من أوله أيها الأيام أوفر حظا لألكم أيها الأقل حظا لألكم وكيف رح بيكون الشهر ودعكم إلى اللقاء باي باي